يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يستهدف الموارد المالية لتنظيم الدولة الإسلامية عبر وقف مصادر تمويلها وسيتيح نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وروسيا فرض عقوبات على أي كيان يساعد التنظيم أو مرتبط بها كما يدعو الدول إلى تعزيز عملية تبادل المعلومات عبر الحدود مع القطاع الخاص وكان المجلس قد تبنى في شباط فبراير قرارا أول يتيح معاقبة الأفراد والكيانات التي تمويل تنظيم الدولة الإسلامية عبر شراء نفط المهرب منه أو قطع أثرية مسروقة من العراق والسوريا